فتاة في الثلاثين من عمرها لم تتزوج ولكنها الأكثر عشقاً للأطفال من بين كل الناس تعلق بها أولاد إخوتها أكثر مما تعلق بأمهاتهم لطيبتها وحنانها وعطفها عليهم وحلمها وصبرها عليهم بابتسامتها التي لا تفارقها كل ما كانوا معها هذه الفتاة وبدون أن تشعر كثيراً ما كانت تلاعب طفلاً تحمله أمه في السوبر ماركت ولها قدرة عجيبة في إضحاك أي طفل يبكي أو يتعب أمه ويومياً تملأ حقيبتها بالحلوة وتوزعها على كل طفل يلعب في الشارع أثناء ذهابها وعودتها وأيضاً عند عودتها تقضي يومياً أكثر من ساعة مع ابن صديقتها الطفل يتيم الأب تحاوره وتداعبه وتطمئن عليه ثم تعطيه طلبه الذي طلبه منها بالأمس لم يكن يشغلها الزواج والفستان الأبيض في حد ذاته وإنما كانت تتمناه فقط من أجل إنجاب طفل يقول لها يا أمي وليس عمتي أو خالتي في أحد اجتماعات العمل ووقت الاستراحة أخذت مديرتها تتحدث معها ومع زملائها وتقول باستعلاء شديد آخر عمر لزواج البنت هو 27 عاماً لأن فرصتها في الإنجاب تقل ولو أنجبت ستكون أماً عجوزاً لقد زوجت ابنتي قبل أن تصل للخامسة والعشرين من عمرها ولم أكن لأسمح لها أن تتأخر للثلاثين مثلاً كان الزملاء وأكثرهم من الرجال ينظرون للفتاة بحرج وحاولوا تغيير الحديث مع المديرة لكن المديرة أصرت على كلامها وتجاهلت تماماً شعور الفتاة وكأنها تقصد تجريحها رغم معرفتها بأن هذه الفتاة رقيقة وحساسة جداً ولا تعرف الرد على مثل هذا الكلام لذلك فضلت الابتسام حتى لا يخونها إحساسها بالمرارة ويخرج أمام الجميع بكاء وانهيار لقد عادت هذه الفتاة في هذا اليوم لبيتها حزينة فتوضأت وصلت ثم أخذت تدعو الله بدموع عينيها وترجوه أن يخفف عنها حزنها وبعد أسبوع واحد جاءت صديقتها والدة الطفل اليتيم تخبرها بأن شقيقها الطبيب يريد أن يتقدم لها وأنه قد أعجب بحنانها وعطفها وطيبتها التي لا حدود لها وسيكون أسعد يوم في حياته إذا وافقت على الزواج به فوعدتها بالتفكير في الأمر بعد أن غادرت صديقتها البيت سجدت الفتاة لله شكرا وشعرت أن حلمها بإنجاب طفل سوف يتحقق وتمت خطبة الفتاة للطبيب وبعد خطبتها غابت مديرتها ثلاثة أيام عن الحضور للعمل وعلمت أن ابنتها التي تزوجت منذ ثلاثة أشهر تم طلاقها فحزنت الفتاة كثيرا عادت الفتاة إلى بيتها وبعد صلاتها للمغرب فوجئت بمديرتها تأتي لبيتهم بدون ميعاد سابق وإذا بها تبكي وتعتذر الفتاة لأنها جرحت مشاعرها وتطلب منها أن تسامحها لأنها تشعر أن ما حدث لابنتها كان بسبب حديثها السيء معها ابتسمت الفتاة لمديرتها وقالت لها لا أحمل لك إلا كل الحب ولكني تعلمت منذ صغري أن كسر القلوب يسبب ألما كبيرا للناس وأن من يحقق نجاحا لم يحققه غيره فليس هذا بسبب ذكائه أو قدرته الفائقة وإنما حدث بتوفيق الله تعالى على أن يعطي النعمة للآخرين ويحرم منها من استعل وتكبر فرفقا يا سيدتي بالقلوب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فتاة مسلمة عفت والتزمت بدينها وارتقت بأخلاقها فرزقها الله بتدبيره وقدرته بزوج مسلم وعندما حانت ساعة الزفاف دخل العروسان إلى منزلهما وقدمت الزوجة العشاء لزوجها واجتمع على المائدة وفجأة سمع الاثنان صوت قرع الباب فانزعج الزوج وقال غاضبا من ذا الذي يأتي في هذه الساعة قامت الزوجة وبقفت خلف الباب وقالت من بالباب فأجابها الصوت من خلف الباب سائل يريد بعض الطعام عادت الزوجة إلى زوجها وقالت له سائل يريد بعض الطعام فغضب الزوج وقال أهذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة زفافنا الأولى خرج الزوج إلى الرجل وضربه ضربا مبرحا ثم طرده شر طرده ثم خرج الرجل وهو لا يزال على جوعه والجروح تملأ روحه وجسده وكرامته بينما عاد الزوج إلى عروسه وهو في ضيق شديد من ذلك الذي قضع عليه متعة الجلوس مع زوجته وفجأة أصابه شيء يشبه المس وضاقت عليه الدنيا بما رحبت فخرج من منزله وهو يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في ليلة زفافها ولأنها مشيئة الله فقد صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد هذه المدة وتلك الحادثة تقدم شخص مسلم لخطبة تلك المرأة فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمع الزوجان على مائدة العشاء وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع فقال الزوج لزوجته اذهب وافتح الباب قامت الزوجة ووقفت خلف الباب ثم سألت من بالباب فرد من خلف الباب قائلا سائل يريد بعض الطعام فرجعت إلى زوجها وأخبرته بما يريد السائل فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع وما بقي من طعام فسنأكله نحن ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بك؟ لماذا تبكين؟ ماذا حدث؟ هل أخطأ السائل في حقك؟ فأجابته والدموع تفيض من عينها لا ولكن هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عاما وفي ليلة زفافي منه طرق سائل بابنا فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا موجعا ثم طرده ثم عاد إلي متهجما ضائق الصدر ثم أظنه جن أو أصابه مس من الشياطين فخرج هائما لا يدري أين يذهب ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس فانفجر زوجها باكيا فقالت له ما يبكيك؟ فقال لها أتعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك؟ إنه أنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير طالب جامعي على خلق ودين ولده من الأثرياء وذو منصب مرموق إلا أن هذا الطالب لم يخبر أحدا في الجامعة بثراء أبيه أو منصبه ليعيش بين زملائه ومع ساتذته على طبيعته وبساطته واثقا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله في أخر عام له بالجامعة تعلق قلبه بزميلة له ملتزمة فأراد أن يتقدم لها بعد انتهاء العام الدراسي خاصة بعدما عرف شعورها من ناحيته وعندما طلب منها أن تحدد موعدا مع أسرتها ليقابل والدها ويطلب يدها وجدها في حزن شديد وقالت له والدي من أغنى الناس ولا أعتقد أنه سيوافق عليك لفقرك ولكنني لن أتزوج غيرك وأعدك بهذا مهما حدث ابتسم الشاب وأخبر الفتاة بأنه سيذهب لأبيها بعد صلاة الجمعة وفي الوقت المحدد ذهب الشاب بمفرده وأبدى لوالد الفتاة رغبته في الزواج من ابنته فاستهزأ الأب به وسخر منه وقال له شاب فقير جاء بمفرده يا هذا ليس عندي فتيات للزواج اشرب قهوتك وتوكل على الله بلا رجعة ابتسم الشاب وذكر بهدوء وأدم لوالد الفتاة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وما توضع أحد لله إلا رفعه الله ثم خرج هادئا مبتسمة وفي المساء تحدث مع أبيه عن رغبته في التقدم للزواج من زميلته وذكر له اسم والدها فاتصل والده بوالد الفتاة وأخبره بأنه سيأتي إليه في مساء الغد ليطلب يد ابنته لابنه ففرح والد الفتاة كثيرا وأخبر ابنته بالخبر السعيد بالنسبة له وعندما وجد ابنته حزينة قال لها إن تم هذا الزواج ستكونين من أسعد الناس فنحن بكل ثرائنا لا نصل إلى ربع ما يمتلك هذا الرجل من منصب وجاه وفي مساء الغد وصل الشاب مع أسرته وبعض أقاربه في موكب من أفخر السيارات ودخل الجميع البيت بينما تأخر الشاب قليلا وظل والد الفتاة وأسرته ينتظرون الزوج المنتظر وعندما شاهده والد الفتاة أصيب بالدهشة وقبل أن ينطق بكلمة قال له الشاب هذا أبي وهذه عائلتي وهذا لن يغير من الأمر شيء فأنا سأكون نفسي بنفسي ولن أعتمد على أموال أبي أو منصبه شعر والد الفتاة بإحراج شديد وقال للشاب لقد أعطيتني درسا لن أنساه أبدا وأقسم لك أنني لن أتكبر أو أتعالى على أحد بعد اليوم حاول والد الشاب أن يفهم الموضوع ولكن ابنه قال له هيا نقرأ الفاتحة وسيكون بعدها كل الخير ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر